أعقد مجلس أمانة العاصمة جلسته اليوم للتباحث في عدد من الأمور التي تخص استعدادات الأمانة لشهر محرم المقبل إلى جانب ذلك تم التنسيق مع وزارة البلديات من أجل تحقيق النظافة العامة في جميع الأزقة والطرق بما فيها تنظيم حركة السير فيها التفاصيل في التقريب التالي أعلن أعضاء مجلس أمانة العاصمة في جلسته عن خطة النظافة والتوعية المعدة خصيصا لموسم عشوراء الاعتيادي لهذا العام بتوفير جميع مسلزمات النظافة والتسهيلات والخدمات تحضيرات الأمانة إلى موسم عشوراء وهذا نعتبر من الأشياء المهمة لأخذ الاعتبار لها لأن موسم عشوراء في كثير من الفعاليات وتكون في موجة النظافة مطلوبة فلذلك كان طلب من الجهاز التنفيذي التصور الممكن يقدم حق موسم عشوراء إلى ذلك دشنت أمانة العاصمة مركز الخدمات التوعوية والثقافية والذي يهدف إلى نشر القيم البيئية لمختلف الفئات العمرية اتفاقنا مع شركة النظافة التي تغطي المنامة القديمة بحيث أن نسوي ترتيبات لموسم عشوراء من حيث نغطيها من حيث النظافة من حيث الوعي البلدي أو نشر الوعي البلدي في أفرقة من البنات والشباب بيمرون على المواتم بحيث أن يعطونهم فيديوهات بدل ما نستخدم البروشورات عشان ما نزيد الويست أو ما نزيد المخلفات الورقية بتكون كلها نصائح وكلها فيديوهات إلكترونية تعرض في الشاشات تم توفير العديد من الآليات والأجهزة في منها آليات جمع المخلفات بساعة استيعابية 25 متر مكعب بيكون عددها ثنتين موجودين في مركز الخدمات بالإضافة إلى ثنتين من الحجم الصغير بساعة استيعابية 7 متر مكعب بتكون موجودة 24 ساعة بعد في نفس المكان وفي بعد توفير اللي هو سيارات الكنسة الآلي الصغيرة حق دخول العزقة وهالأشياء من جانب آخر أعلنت الأمانة تعاونها مع حملة تدبير لترشيد الإنفاق حيث سيتم توزيع خمسة آلاف علبة لحفظ الطعام الزائد عن الحاجة لتوزيعه على الفئات الأكثر احتياجا إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة